تابعنا كذلك ردود الأفعال من عواصم عربية مواقف رسمية وكذا شعبية تراوحت بين الاستنكار التنديد والتهدئة نحن نقدر كل المواقف العربية ونثمنها ونطلب من أخواننا الأشقاء العرب أن يزيدوا ضغوطاتهم ويرفعوا من سقف مواقفهم نحن نثمن موقف جمهورية مصر العربية حقيقة فيما يتعلق بمنع أو رفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر ونحن ندرك كم هي تتعرض لضغوط جمة وضغوط كبيرة الشعب الأخواننا هنا في الجزائر في وقفات مستمرة ودائمة لفلسطين هنا في الجزائر القيادة الجزائرية أيضا لم تتوانى عن دعم الشعب الفلسطيني على كل المستويات ولذلك نحن نوجه من خلالكم أيضا لأشقاءنا العرب كلهم أن يرفعوا من سقف مواقفهم السياسية في مواجهة الضغوطات التي تمارس من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأن يسعوا عبر كل المحافلة الدولية من أجل وقف هذه المجزرة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني والأهم من ذلك أنه يوفروا للشعب الفلسطيني عوامل الصمود على أرضه يجب أن يتم فتح خط مباشر بجوي بري بحري بأي طريقة من الطرق لإنقاذ الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني يتعرض لمؤامرة إبادة مؤامرة تجويع مؤامرة تعطيش مؤامرة قتل الماء مخطوع في قطاع غزة وبالتالي ما هو الهدف الضغط على أهلنا وشعبنا في فلسطين أن يهاجروا وإلى أين يذهب الشعب الفلسطيني؟ أنا أعتقد جازم أن الشعب الفلسطيني لن يكرر مأساة عام 1948 قالوا لنا اطلعوا بس لفترة وجيزة وبعد انتهاء الحرب أسبوع عشر تيام أسبوعين يوم يومين ستعودوا إلى وطنكم ولكن للأسف الشديد هذا كلفنا 75 عام حتى الآن من الهجرة عن وطننا ولذلك الشعب الفلسطيني لا أعتقد أنه في قاموسه أن يهاجر أو يغادر وطنه معبر رفح حاليا مستهدف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي عفوا لماذا يصر هذا الجانب الإسرائيلي على استهداف المعبر الذي يعتبر المتنفس الوحيد لسكان غزة على العالم خاصة في ظل وضع إنساني جد صعب حاليا هو يريد خنق الشعب الفلسطيني يريد خنق الشعب الفلسطيني وبالتالي يريد أن يغلق كل المناثذ والآن فيه هناك مطالبات عربية ودولية ومصرية بفتح قناة مساعدة للشعب الفلسطيني وهذا مهم حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من الصمود في هذه المعركة نحن ندرك أن عدونا لن يألو جهدا في استخدام كل الوسائل الممكنة بالنسبة له للانتقام من الشعب الفلسطيني الآن نيتنياهو يسعى للانتقام من الشعب الفلسطيني ترميم صورته ضمان استمراره كسياسي إسرائيلي على رأس أهم حزب في إسرائيل هو بمزيد من ارتكاب المجازر ضد الشعب الفلسطيني نحن رغم كل المجازر التي ترتكب نقول لأشقائنا وأهلنا العرب أن يقفوا إلى جانب الشعب الفلسطيني لأن الشعب الفلسطيني يقاتل ويناضل من أجل أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين مصر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبالتالي شعب الفلسطيني رأس حربة في هذه المعركة مهما حاولت إسرائيل لن تستطيع إبادة شعب كامل ولن تستطيع تهجير شعب كامل خمس وسبعين عام أقنعوا نفسهم بل أوهموا نفسهم أنهم ممكن يقضوا على الشعب الفلسطيني لم يتمكنوا والأدهى من ذلك أن نتنياهو للأسف الشديد ضل له بل وأوهم نفسه وأوهم الشعب في إسرائيل أنه قادر على توفير الأمن والاستقرار لهم على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني أو بتجاوز الشعب الفلسطيني وماذا كانت النتيجة؟ ما وصلنا له اليوم مزيد من العنف مزيد من الدمار مزيد من الخراب وآلات الدمار في المنطقة بسبب هذا العدوان الإسرائيلي على شعبنا لأنه فعلا عاش وهم لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة أو لإسرائيل دون تحقيق الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني وبالتالي مفتاح الأمن والاستقرار في يد الشعب الفلسطيني وأنا أقول جازما أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتحمل مسؤولية كل المعاناة وكل التضحيات وكل الخسائر التي تلحق بالشعب الفلسطيني مسؤولية هذه المجازر مسؤولية قتل الأطفال أكثر من 500 طفل فلسطيني قتل في هذه المجزرة أكثر من 500 امرأة قتلوا في هذه المجزرة ومثلهم من كبار السن مجازر بشع يعطونا أسماء مين قتلوا مما اللي هم بيقولوا أنهم بيقتلوا مقاومين فلسطينيين يعطونا يسمولنا إحنا بنجبلهم بالأسماء 99% منهم من الأطفال من النساء من كبار السن هذول هم اللي بيقودوا المقاومة هؤلاء يقتلوا في بيوتهم يقتلوا في بيوتهم وتهدم بيوتهم على رؤوسهم للأسف الشديد فشل نيتنياهو الذرية عسكريا وسياسيا يريد أن يحمله للشعب الفلسطيني موسيقى موسيقى